اهلا بحضراتكم من جديد في الفقرة الحوارية الرئيسية في حلقة الليلة وضيف عالم جراح طبيب مصري بسيط متفوق متفرد حقق نجاحات ليست بالكلام إنما بالعمل الأستاذ الدكتور كريم أبو المجد الجراح العالمي ورئيس قسم جراحات الجهاز الهضمي وزراعة الأعضاء بجامعة كليبلند الأمريكية دكتور كريم أهلا وسهلا محمد شكرا أستاذ ماشا شرفني منورني الحقيقة ويعني جئتنا لنستفيد ونستمتع بحوارك يعني لمحة عن رحلتك سريعا مش للتباهي وإنما لأنه عايزين الشباب المصري يعرف إنه النجاح ممكن والتفوق ممكن والتفرد ممكن في أي مكان والله أستاذ نشأت يعني علشان من يعني نركز على حاجات اللي نقدر نفيد بيها بلدنا وأهل مصر يعني النجاح ده غاية تدرك بالإيمان بالله سبحانه وتعالى وبالعمل الشاق والمجهد وبالإحساس الداخلي خدمة الإنسانية غير الثلاث محاول ديت أعتقد أن يبقى صعب جدا إن أي إنسان ينجح في حياته فالإيمان بالله سبحانه وتعالى والبصر والبصيرة والإحساس الداخلي من القلب والعقل إن رحلتنا في الحياة ديت لخدمة البشر وخدمة الإنسان الآخر أيا كانت تخصص طبي علمي بحسي اقتصادي لو كلنا كل إنسان في العالم مش في مصر بس هدفه إن يخدم الإنسان الآخر كالدنيا تبقى أحسن العالم يبقى أحسن كتير أو اللي احنا بنشوفه كل يوم دكتور كريم يعني رحلتك الفنية بقى كجراح يعني مشهود لك بالتفرد في مجال زراعة الأعضاء خاصة زراعة الأمعاء يعني لمحة أيضا على ما هو حاصل في العالم من تطور لهذه النقاط الفنية وإنعكاس هذا على مصر إحنا وصلنا فيه في مصر وممكن نوصل فيه يعني أشوف حضرتك الرحلة بتاعت بدأت بأن كل أملي إن أنا أطور في الطب بفضل الله وفي المجال بتاعي ومجال الجهاز الهضمي وزراعة الأعضاء وده كان الدافع أو الشرارة اللي كانت داخلي طبعا زي ما كلنا عارفين وفاة والدي وأنا صغير في السن ومجرد ما تخرجت من كلية الطب ومارسة الطب لقيت إن أنا محظوظ في مكان مئات المرضى الشباب بيموتوا من فشل الكابدي ودوال المريء فده كله حط فيه شحنة كبيرة أوي إن أنا أبحث عن المجهول والبحث عن المجهول طبعا بالعلم إذا ما حضرتك قلت بدأت أبحث وشوف أفضل مكان أقدر أتعلم فيه وأخذ خبرة بحيث أن أرجع مصر وبفضل الله أقدر أساعد الشباب دولي والشبات اللي بيموتوا حديثي السن وبتفقدهم أسرتهم أو أولادهم فكان في الوقت ده مكانشن الأمريكا هو المكان اللي حسيت بالحنين إليه مش علشان أعيش في أمريكا وعيش حياة مكرمة لأ عشان أرجع مصر في يوم الأيام زي ما وعدت والدتي وغرسته فيي أن أنا في يوم الأيام لازم أرجع مصر واختم أهل مصر طبعا في الحياة دي رحلة طبعا وساعات بتحس طبعا ربنا سبحانه وتعالى بيوجهك إلى مصارات محددة إلى الحد أننا في الفترة الأولانية وأنا في السن الصغير كنت بنائش داخليا هل زراعة الأعضاء ده حلال ولا حرام خدت بقى حضرتك نتيجة آه والله نتيجة لنشئتنا لنشئة الريفية اللي بعضونا بتدين آيوا يعني الفترة كده بدون علمه وبدون حاجة فروحت عملت عمرة في رمضان وأنا فكرها جدا وقلت يا رب لو آه انت آه هتلهمني اللي أنا أعمل الصالح للبشرية افتح لأبواب المكان اللي هي يبقى صالح لي مكانش منش عايز أروح قدري لن أنسى هذا اليوم وكان في آخر عشر تيام من رمضان في سنة الفين آه في سنة الف وتسعمية تمانية وتمانيين بعد ما رجعت من أمريكا في الرحلات الأولينية فآه المصار كده بحس ان الله سبحانه وتعالى هو اللي وجهني آه لان أنا يعني مش عارف عايز أخدم البشر وعايز أخدم الطب وعايز أرجع مصر ده الثلاث حاجة فعملت الاثنين الأولينيين والثلاثة بقى أنا بعمل فيها الوقتين ان انا كل اللي قدمته للطب آآ أرجع مصر عشان أزيد من عدد الآآ الآآ الأطباء والحاكمات اللي يقدرهم يحملوا الراية ويخدموا مصر لعديد من السنين عشان تبقى زم عدم ماذا قدمت للطب والإنسانية في الولايات المتحدة الأمريكية؟ والله ما هو عشان برضو ده تكمله لسؤالك اللي قبل كده يعني في بداية الرحلة كان الرجاة الجراحية لدوال المريء هي الحاجة المتاحة وبعدين ديت في أوائل التمنيات بدأت تبدأ زراعة الكبد وده التخصص بتاعي الأساسي وطبعا قدت لي الفرصة أننا زيما حضرتك عارف أشتغل مع أول جراح أو الجراح اللي هو أبو جراحة زراعة الكبد عمل أول زراعة الكبد في البشر أشغلت معه بشكل مباشر مباشر طبعاً لسنين وكان يعني حتى في أمريكا يعرفوا إنه أقرب إنسان لله realistically اللي هو قام بعمل أول زراعة الكبد في البشر كان كريمة بالمجد ايوه. اه. وده كان عيد ميلاده اه التمانيين. وهو كان عاده تمانيين سنة. اه وتوفى في سن التسعين. نفسه انت اه تقابلت معاه في هو لقطك ولا انت اللي بعست عنه. احنا الاتنين اللي قدم بعض. اه يعني اه ما عشان كده سبحانه وتعالى زي. بمسبب الاسباب طبعا. ايوه كده اه يعني زي ما بكون كده اه فيه اه نوع من الكيميا. او الحاجات الروحية. اه. اخدت بال حضرتك. اه. فده ده كان بداية الموضوع. وبعدين طبعا هو كان شفاف الحساسية. فالحتى ان بدأ وانا كنت صغير يعني كنت اه تلاتة وتلاتين اربعة وتلاتين سنة. فبدأ الناس الامريكان اللي هم اصل امريكا ومتخرجين من جامعات امريكية. بدأوا يقولوا ايه اللي بيحصل ده بالزبط. اه بدأت الغير ايوه. اه. وانا ولا 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 اتزامن. حتى ده الان في المكتورات العربية ده انا بقول يعني. اه بطريقة يمكن اكتر ما انت بتشوفها اما بتشوفها عندنا في مصر. اه بس هما مزيتهم ان عندهم الخبرة الشخصية. ان هو يقدر يعني يغطي على كل حاجة. انما من داخله. اه البشر. البشر بشر. وبعدين زي ما انا بقول حتى التلمزتي في امريكا. لا لو لو ما فيش حد بغير منك يبقى انت ما انتش عامل حاجة كويس. الله. اه صحيح. شجرة مستمر علي ما بيت تتحدد. مش عايزة كلام مش عايزة كلام. و اه برضو لسؤال حضرتك طبعا اه اي دافع للعمل الشاق و اه ويعني الواحد يتعلم اكتر ويقرأ اكتر ويستفيد مش من خبرة الاخرين من غلط الاخرين. اه. اه. يعني مثلا انا مثلا لما كنت وانا اول ما روحت هناك. مش عايزة اتعلم هو بيعملها كويس. او بيعملها كويس. لان عايزة اتعمل ايه الغلط اللي بيعامله. عشان انا ما اعمله. صحيح. وده السبب في كده. حب. حبك للانسانية. وحبك للبشر. وحبك للمريد الى. وده اللي انا باغرزه في الاطباء هناك. والاطباء عندنا هنا في مصر الوقتي. ويسعدني اوي ان انا عندي مجموعة من الاطباء الوقتي في مستشفى الناس. وآآ اسادزة من جامعة القاهرة. وآآ جامعة عينشامش. متعطشين للخبرة. اللي هي تبقى خبرة عندنا خبرة على ارض مصر. مش خبرة هنروح نستوردها من برا. آآ. وبعدين مسلا لو جالي عاشرة اطباء في امريكا اعلمهم هنا في نفس الوقت ده. وطبعا السن بيتقدم. هعلم مئات وآلاف. وده ده لنا الحمد لله ربنا وفقني في السنوات الاخيرة ان انا انقل الخبرة بتاعتي على ارض مصر اللي هي طبعا ارض الكنانة زي ما حضرتك عارف وده شيء طبعا املي وحلمي في الحياة في ما تبقى من عمري على الارض ان شاء الله قدمت انا للطب ايه اه ما حبش هتكلم على نفسي لا ده مش نوع من المبارزة الكلامية انما منقول للشباب في نمازج احنا منقدم للشباب نمازج لان الشباب يفتقد ويفتقر لنمازج القدوة ما هو بقى القدوة اللي انا بعمل الوقت اني شفوها على ارض الواقع خد تبال حضرتك ما نجريش وراء المادة نحاول ننقذ اكبر عدد من المرضى بالخبرة زراعة الاعضاء والجراحات الدقيقة وده طبعا بحط مثال في التخصص بتاعي لدرجة الوقت مثلا دكاترة في جراحة القلب وجراحة الصدر بيتصلوا بي وبيحسسيني انهم حتى مش ده مجالي انما عايزين يحققوا حلمهم في المجال بتاعهم بالطريقة اللي ربنا وفاقنا عليها ايه قصة الصورة دي دكتور دي سجدة سؤال رائع جدا دي سجدة مهم اول ان احنا نتكلم عنها لان لها يعني ابعاد كتير اول الحاجة الاولانية ان سجدة ابوها قدر يوصلي عن طريق السوشيال ميديا ده من سبعة ثمان سنين مصرية مصرية اه سجدة وخلقت بطريقة في عيب خلقي في جدار البط والامعاء لو حضرتك تشوف الصور بتاعتها اللي بعتها اللي بعتها ولدها ليا يعني قلبي يعني كان على واشك ان يقف حتى وريت الصور لمراتي قالت لها تروح تعملها امتى ف وقد قلت في امريكا ساعت انا في امريكا اه كل ده وانا في امريكا فسجدة خالد ابوها طلبني عن طريق الواتس ااب وقلت له انا جاي بعد شهر هي كان عندها ايه اللي تولدت بجدار البط ما كانش كامل فمعظم الكبد بتاعتها والامعاء خارج بطنها كان كده شفت فجوة في جدار البط كل الاعضاء متغطية بمجرد جلد بسيط قوي مش جلد تقرحات كده خدت بال حضرتك والكبد كله بارة بطنها وطبعا والامعاء ويجزء من التحال والمعدة فجيت شفت ساجدة وانعارف في نفس الوقت شف سبحان الله اكتشفت عملية او بدأت اشرح عملية ما كانتش بتعمل قبل كده وحتى بيسموها يعني انا نشرتها وساجدة واحدة من المرضى في الخمسمائة حالة وصورها برضو صور ساجدة مش وشها علشان السوشال ميديا الحاجات الطبية بتاعتها فهي كانت اول مريضة في مصر عملت لها العملية اللي هما بيسميها كاريم بروسيدور بالوقت باسم حضرتك اه وعملها في عمل اول حالات في اسبانيا وديت عملية بحيث ان هي تحمل مرضى والاطفال اللي زيها من ان يجلهم التفاف في الامعاء ويفقدوا الامعاء بتاعتهم الحاجة التالتة المهمة اوي وعايز كل الناس يعرفوها لما انا جيت طبعا عملتها في مستشفى جو التخصصي ما كانش عند المستشفى الناس الخيري ومجموعة من الاطباء من جمعة القاهرة وعن شمس كانوا معايا في قط العمليات عشان اعلمهم ما فعلتهاش امكانيات مالية ما فيش اي حاجة خالص طبعا المستشفى جو التخصصي مستشفى باجر الى حد ما فحسيت صعوبة فقدرت بتوفيق الله ان انا اوصل للرياسة ودوني الامر فورا ان انا اعملها في مستشفى الجوي والحكومة تتكفل كل المصاريف وبعدها باسبوع وعشر طيام خرجت من المستشفى وسجد كل تلات اربع شهور تبعات لي اغنية وهي في المدرسة هي الوقت عندها ست سبع سنين انا عملتها و هي كان عندها سنة وثلاث شهور فدي يعني مسأل طيب لي والعملية دي بقت باسم حضرتك ايوة طبعا ومنشورة في المجلات والاطباء في اسبان عملوا اول حالة من اربع شهور وكان على التلفزيون الاسباني على الناشنال نيوز بالنسبة لزراعة الامعاء بقى في مجملها يعني فين مصر في هذا المجال وانت في امريكا حملت ايه ارجع برضو للسؤال بتاعك بقى خدت بقى لك انت قدمت ايه في الطب ملوش اي قيمة الا اننا نفزه في مصر برضو برضو دكتور معلشي يعني افوا قبل من اخوك الصغير انه ده اشارة ليا طبعا انه احنا دايما في مصر بنحس ان احنا مقصرين في حق الانسانية الانسانية بشكل عام ان احنا نقدم مختراعات نقدم مجرحين زي حضرتك وزي الدكتور يعقوب وغيره احنا بنبقى سعداء ان احنا بنفخر ان احنا بنساهم في البشرية الانسانية فانت بتعمل كده في العالم ده كلام مزبوط ويعني حتى قبل الناس ما يعرفه انا اسم ايه بيعرفه ان انا مصري لان دي اتظهر يعني اوضحتها من البداية ان مصر عطاقة يعني عطاقة للعالم كله يعني انا واحد من مئات مئات ممكن تسمع اسمهم ممكن لا تسمعش اسماءهم الناس اللي بيظهروا بيسمع اسماءهم بيبقى فيهم عندهم جزء من الانسانية اللي فاضت شوية فيبدأ الله سبحانه وتعالى يكفيهم بالكلام الجميل اللي حضرتك بتقوله كده خدت بالك فتلاقي في الرحلة كلها قبل زراعة الامعاء طبعا كان ليا الشرف مع البروفيسور ستارزل ان احنا ننتج عقار هابط للمناعة لان الامعاء ديت من اقوى جهاز مناعة في الجسم كله اقوى جزء في المناعة بيهاجم لا ده بيحمينا اه بيهاجم اي جسم خارجي اي فلما جزرع جسم خارجي هيكله اي بالبلد اه فالامعاء فيها الجهاز المناعي متكامل وقوي جدا عشان كده زي البوليس اه الجهاز الهضمي مش بس الامتصاص المواد الغزائية اه وانه يعني اه 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 يدينا الطاقة وكل ده وعشان كده بدأت تسمي الجهاز الهضمي ده اه جهاز التوازن الطاقي ولوه تأثير كبير اوي على المخ وعلى القلب وعلى كل يعني لو في جهاز اه مش ان انا يعني علشان بايز يعني علشان حب للجهاز الهضمي لانه انا حبيت الجهاز الهضمي لانه كان مهمل مهمل اهمال كامل باقي اه يعني مثلا بتقول القلب اه القلب انما وظائف الجهاز الهضمي اعقد الف مرة من وظائف القلب تمام القلب ما هو الا مضاخ مضاخ ومكان للحب بس الجهاز الهضمي العقل الجهاز الهضمي العقل لدرجة الوقت فيه منشورات كتير اوي وبحوث ان فيه علاقة مستمرة بين المخ والجهاز الهضمي لدرجة ان بعض امراض النفسية سعاد سببها الجهاز الهضمي فزي ما حضرت تخيل للعقل السليم في الجسم السليم ايه الجسم السليم ده الجهاز الهضم الجهاز الهضم مش عايزة كلام فالجهاز المناعي بتاع الجهاز الهضم ده بيحمينا من ان البكتيريا او الحاجات اللي بنا كلها او ايا كان كلها ملايين من البكتيريا ييفرز ويقتل ويزبط ويعيش ده مش كده بس ده الجهاز الهضمي حرص الحدود مش حافظ الحدود وبس ده بيرغم البكتيريا دي ان هي تكون مفيدة لنا بيحولها بيجندها يعني بيخليها ان هي بدل ما تبقى تهاجمنا لا تبقى صالحة لنا فعشان كده زراعة الامعاء كانت من اخر الزراعات اللي كان ممكن نجاحها في البشر فلما اثبتنا في سنة تسعة وتمانين تمانية وتمانين تسعة وتمانين ان الدواء اللي احنا جربناه ده اللي هو خفض للمناعة اللي هو البروجراف الوقتي او التكروليمس اه اللي هو خفض للمناعة كنا نسميه فكي فايف او سيكس وهو دواء من اصل ياباني من فطر ياباني واوروبا حاولت تستعمله في الحيوانات منفعش لان استعمله غلط فاسترزل بشروده يعني احنا كنا الاتنين كده عندنا حاجات كده متشابهة كتير اوي جاب الدواء وانا كنت في المكان المناسب في الوقت المناسب وهو عنده النظر الساقيبة لان كل هدف ايه مش بروح عشان نلعب اه مفهوم اه معاه انا ليل ونهار ما كانش الساعة اربعة الصبح يطلبني اه ما كانش ايامها تليفونات كان فيه حاجة كده حاجة اوبريتور في المستشفى اه تقوم اه تطلبني تقول لي اه صديقك عايزك اربعة الصبح اروح نعمل مرور وبتاعه كده وطبعا علشان ياخد السقة الكاملة فيه كان بيختبرني كل يوم او كل يوم يعني يبقى شاف المريض ويسألنا على المريض اخباره ايه وانا عارف هو شاف وعارف كل حاجة خدت بالك علشان اه يعني السقة دي مهمة جدا وده اللي بعلمه لشبابنا الاطباء اه امانك بالله سبحانه وتعالى سقتك بنفسك ويه بالمريض يعني لازم تثبت للمريض ان خليه يسخ فيك الخليه يسخ فيك اول حاجة تعملها اول مريض ما شوفه في امريكا او هنا اول هدفي مش عارف هو عنده مرض ايه لا عايزه يحس ان انا جزء منه دي اول زيارة طبعا عندي كده قوله ما يلزمنيش انت مين وفن وعايش وجيت لي ليه وعشان ايه وبعد في نهاية الزيارة يقوم المريض يقول لي انا جيت لك عشان محدش قادر يعمل لي حاجة وحياتي في ايديك اقول له حياتك عند ربنا سبحانه وتعالى انت مسلم يعني انت مسلم مسيحي يهودي مش مؤمن بالله حياتك في ايد الله سبحانه وتعالى ما انا الا وسيلة وسيلة واداة اه لو ربنا يومك ده ده بالانجليزي اه طبعا فعشان يسمع ده من طبيب وطبيب جايين له لحاجة خاصة وعارفين هو مين بيبقى هدف ان هو خارج من خارج من القوضة يعرف او من القط الكاشف يعرف في المكان الصح مش المكان الصح ما يلزمنيش يجي يشكرون اقول له ما يلزمنيش ما يلزمنيش اللي انت بتقوله علي ده انا يلزمني ان انت حياتك ترجع طبيعية وانك تعيش مع اهلك وحققت اللي انت عايزه من زيارتك دكتور كريم انت عميش كم عملية في حياتك اه بره الاف الاف بره كم وهنا كان اكتر هي مش عدد العمليات اكتر من ان لو بتحسب العمر الافتراضي للجراح انا اطول اكتر جراح قضى اكتر ساعات في قط العمليات الامريكان كلهم عارفين كده امريكا حتى ستارزل كان يقول لي كده يقول لي انا ما عرفش ربنا اعطيك القوة الزعي ما شاء الله ربنا احفظك ربنا احفظك خدت بالا والوقت يقول لي هتحل على المعاشة قامت وقلت له لا يمكن انا هموت في قط العمليات لسه حلمي وامراتي عارفة كده ان اخدم اكبر عدد ممكن في مصر زي ما خدمت البشر في العالم كله خدت بالك مش كده وبس ان انا عايز ربي جيل انا ما تتصورش ماذا ساعدتي بالاطباء اللي في خلال الاربع خمس سنين اللي فات دول اللي علمتهم في مصر والوقت بنق السقة المريض فيها لهم اه يعني مثلا اه لغاية ما بقى هنا مدة اطور وكده وبفضل الله مستشفى الناس بدأت تتبلور لمعهد جهاز الهضم وزراعة الاعضاء بطريقة يعني تسعدني جدا جدا وده ان شاء الله يعني بدعم من الشعب المصري عطاء لدرجة ان حد من الاخوة هنا كنت بقى ناش معاه يعني الناس اللي انا عارفهم في الدول العربية وكده قال لي يا دكتور كريم ابن الشعب المصري عطاء عن اكتر من اي حاجة صحيح يملك او لا يملك اللي في ادرهاي الدهول صحيح صحيح طيب في امريكا دي وفي مصري دي انا في الكوبيد دي عملت مشاكل شوية كنت الاول باجي كتير الوقتي مع كل يعني انا جاي الوقتي اسبوعين عشان ظروف صحية المرات ما ديرتش اجيبها باع في اور بنص رمضان هنيجي نقعد شهر ونص والفضل الله دي دير تكون مكان هنا علشان ما عودش في فنادق ولا تعذب بحيث ان يبقى فيه استقرارية وامل ان اضي كل بقية حياتي هنا في الفترة كلها يعني كل الاحتياجات هي النقطة الوحيدة انه مش عاوز اصيب امريكا كاملة عشان اقدر يبقى عندي تموير طب دكتور كان عندك حلم بانشاء اكبر مركز زراعة الاعضاء في مصر ده وصلنا فيه فيه يعني هو حضرتك طبعا المبادرة بتاع السيد الرئيس بانشاء معهد زراعة الاعضاء في مصر ده كان حلم من الحاجات اللي حلمت بيها من او من 15 سنة اعتقد يبقى معهد ناصر يبقى المدينة الطبية ده من 15 سنة وحاولت محاولات كتير اوي لداعي للإستراد فيها انما ان شاء الله الموضوع ده يستكمل في ظروف الاقتصادية الحالية انما زي ما بقول دايما في المحاضرات المستشفيات ما بتبنيش اطباء الاطباء اللي بيبنوا المستشفيات الالات ما بتعليكش المريض الطبيب اللي عنده الخبرة والحكيمة اهم من اي الة او جهاز حتى الاطباء اللي بيعلمهم في المستشفى عندي ما تعتمدش على الاشياء المقطعية ما تعتمدش على الموجات الصوتية ما تعتمدش على دي كلها حاجات مساعدة انما القرار النهائي يطلع من مخك ومن قلبك ومن خبرتك واللي انا بشايفه في مصر يعني الارهاق اقتصادي جامد جدا بنتيجة للنظام الصحي في مصر الحالي لو ان الامور تحسينت اكتر المريض بيصرف الاف والاف من الجنيه المصري او الدولار او ما شابه ذلك ويجي عند الحاجة المهمة اوي ان هو يعني يؤمن بان هو محتاج جراحة او ان هو محتاج كل كل شهرين ثلاثة يعمل اشاعات ويروح من طبيب لطبيب 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 اللي انا بسميها شوبينج يعني كأنك رأي ده غلط يعني اه اصحتك هو المريض اول حاجة يعني يقدر يوصل الى الطبيب اللي يخلق بينه وبينه بعض ثقة ومجرد ما يخلق دي بقى يعني يبقى يستسلم لهذا الطبيب بناء على امانه بالله وثقة في هذا الطبيب يعني حتى في امريكا ما يجل ما يقول افيدونت يعني لو انت بتصقش فيا مش عايد اشوفك تاني خدت بالحضرتك فالوعي الصحي بتاعنا لازم يتحسن يعني دي مهمتنا كأطباء زي ما بقول للاطباء برضو هنا مهمة الحكيم او الحكيمة او الممرض او الممرض او الممرضة في علاج المريض داخل المستشفى اهم من الطبيب مئة مرة يعني انت بتروح تشوف المريض لمدة نصف ساعة ربع ساعة بتعمل مرور بنسميها ماشي ممكن مئة الف حاجة تحصل بين نصف ساعة دي و تاني يوم تود بحالة المريض وممكن المريض ياخد علاج غلط وممكن كده فانا بركز تماما للوقتي على الحكيمات والممرض اهم حاجة حتى في امريكا اقول لهم للحكيمة النيرس انت عمود الرئيسي لي والحبل السري ليشفاء المريض مش الطبيب صحيح صحيح فترة طويلة جدا فساعة رئيس خط قرات زي المبادرة بتاعة الفيروس وإلى آخر شايفها زي عمل رائع وممتاز جدا لا يعني لايبا لان الصحة تاج على رؤوس الاسحاء ودمن السبب اللي انا رحت امريكا اقول للشباب اللي 25 سنة و30 سنة وعند تلايف الكبد ومش قادر نحول الى يبقى منتق لان ده اختصال كمان مجتمع مجتمع استهلاك اكتر من انتاج صحيح خط بالحضرتك لدرجة حتى في امريكا اما بيجي البريد اقول له انا هقعد في قط العمليات 12-14 ساعة عشان اصلاحك توعدني انك ترجع تاني تبقى مواطن منتج مواطن مع المريض اه كل مفيش مريض ما بقولوش كده اول حاجة بسأله انت بشتغل ايه الوقت ما قادرش اشتغل بقى لسنتين عايش على المعونة مش عارف ايه الحاجات في النظام الامريك خدت بال حضرتك فاقول له انا بقولها بالانجليز انا هصلحك وهوعدك بس توعدني انك ترجع تبقى منتج تاني منتج تاني وبعضهم بيروح يرخش الكلية تاني وعينين عملتلهم زراعة امعاء بعد العمليات لا يمكن علاقة بتنتهي بيهم ولا باهليهم على الاطلاق حتى الناس اللي توفاهم الله مازال اهلهم على علاقة بيه خدت بال حضرتك فده اللي انا عايز اعمله في مصر وفي مصر عندنا فيه زراعة امعاء دات متطورة اعم انا اقول لحضرتك فبدأنا زراعة الامعاء في مصر في سنة امريكا في سنة واحد وتشرين كان فيه محاولات وبتفشل ولكن في وجودي في المكان المناسب والدوى اللي هو صابق المناعة ده اللي بيساعد عليش دكتور فيديع عشان سؤال يعني يعني رزر جاهلي في هذا هل بخفض المناعة للجزء او للجهاز الهضم بس وللجسم كلك ما هو منست الدوى ده بقى ان هو بيخفض المناعة خصية يعني لمنطقة معينة وبطريقة معينة بحيث ان الجهاز المناعي بتاع المريض ما يتأثر شغال لكن في حد دي مطف الاموار ايو مختارة وده ميزة البروجراف اللي هو الافكي فايف سيكس او كنا بنسميه قبل كده او حاليا التكرولمس ف بالنسبة فالحاجات دي كلها ادتني الاحاء ان زراعة الامعاء هت تنجح في البشر وفعلا حصلت في سنة اول الحالة عملناها في مايو اتنين مايو سنة الف وتسعمية وتسعين وف بعدها حضرك مع البروفيسير الشريك معك اه انا مهس ده هو بقى في السن ده كان عنده اتنين وستسين ثلاثة وستين سنة اه يعني على الجانب كده اه قال لي الرسالة دي الرسالتك بقى اه وانا هبص من بعيد كده لدرجة في بعض اول عملين زراعة امعاء اه زراعة امعاء نجحة اه كان فيه زراعات هو عمل زراعات قبل كده العيان قعد شهر شهرين ثلاثة عيانين اه قبله حتى فيه ناس عملوا محاولات والعيان توفى لكن اول زراعة امعاء ناجحة كانت عن طريق حضرتك ايوه خدت بالحضرتك في سنة تسعين اثنين مايو سنة تسعين خدت بالك فدي حاجة عايز نقلها لمصر خدت بالحضرتك اه واحنا في حاجة شد الحاجة لها اه وعندنا طبعا اه اه ده بالزبط اقتصاد زيما انت حضرتك كنت بتتكلم اه علشان مريض يخرج خارج مصر علشان يتعملوا جراحة او زراعة ده عملة صعبة صحيح وبلدنا اولى بيها اه مثلا الشباب اللي بيجوا مرنهم هناك رغم من ان احنا بندهم مرتبات هناك وكده بعضهم وبعضهم عن طريق الجماعات هنا وزارة تعليم العالي والصحة برضو ده اقتصاد بينزف صحيح خارج البلد وبعدين انت مثلا عاوزين نهتم بالكوادر دي ما تسيبش مصر لان دي صروة صحيح صروة انت بتتبرع بها زي ما يكون ابنك وبتديه لحد يا ربي ما مستفدش منه حاجة ما مستفدش منه حاجة وعشان كده حتى زملاء اللي في مصر اللي في امريكا اقول لهم قال لهم ده ضريبة علينا كلنا وكلهم عندهم استعداد لنفس الروح انه ما يجوا ساعد مش بنفس الدرجة انما مفيش حد بيقول لك انا مش مستعد بس واحد يقول لك ممكن اجا اعود معك اسبوع ولا اثنين كده يعني طبعا كل انسان له ظروفه الخاصة دول كريم اللي عايز وصل لك وصل لك ازاي انا على الواتس اب على طول يعني يعني متاح للناس لكل الناس خدت بالك بس هي بقى حضرتك اما بيجي لي مثلا ميت واتس اب في يوم ما بقدرش ترد علي هورنا في قط العمليات هورنا في قط العمليات مثلا وحد من اكتر من العراق ومن لبنان ومن سوريا ومن ليبيا خدت بالك تبدأ الحكيمة بندى التليفون للحكيمة اللي هي مثلا تبدأ تكلمها بالعربي فبدأ تعلمهم كريم في العمليات ايه اشتر تقعد تكلمها بالعرب وبتاعه وكلمهم وكده فالسوشيال ميديا دي كت حاجة نعمة من الله سبحانه وتعالى لان سعادتني في الميشن بتاعتي وسعادتني في الهدف اللي انا اعايز اعمله نصيحة للمصريين للحفاظ على جهازه الهضمي واكبدهم وامعاهم من حيث العادات الغزائية فهو شوف حضرتك برضو نفس الوضع بدل من نجهض نفسنا في اشعات وفحوصات وتحليل عشان نكتشف مرض متأخر يبقى عندنا نوع من الاهتمام الصحي بعادات الاكل واما بتيجي اعراض ان نروح للطبيب المناسب طبعا احنا ك وبقولها بصراحة احنا كمنظومة صحية سيبك مش علهاش لقب الحكومة دا لها علاقة بكل طبيب المصر دفع الدم قلبها لتعليمه وتخليه طبيب صحيح دي مش موجودة في اي مكان في العالم فالضريبة الدريبة بتاعتنا دي بقى ان احنا نعامل المرضى بتوعنا ايا كان بالانسانية الكاملة وبالاهتمام الكامل كأنه ابنك او اختك او ابوك او امك لما هتحصل دي هتبص تلاقي الوعي الصحي زاد بطريقة كبيرة يعني ساعات بيجي للمرضى الوقتي من انه عارف ان جاي لمين وعنده شك عنده شك انا انا سامع بسمع كلامه ولا لا انا هعمله الحاجة الصحية ولا لا انا رحت العشرين طبيب قبل قبل منه ده مجرد رايح مول تاني او رايح ده لازم يتلغى خالص الطب الوقائي هو افضل افضل حاجة خدت بالحضرتك يعني الوقاية خير من العلاج صحيح وارخص صحيح وارحم خدت بالحضرتك يا مثلا يجيلي مريض مثلا عنده سرطان في القولون خدت بالحضرتك يقول لي مش ممكن تديني علاج ده حاجة ما نسمعهاش في امريكا خالص ده لازم نشيل ثورة اه مش مشكلته هو اه مش مشكلته مش مش مشكلته هو مش 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 مشكلتنا احنا مشكلتنا احنا اطباء ان احنا ما بنديش الوعي الصحي الكامل اه لا عن طريق السوشيال ميديا ولا عن طريق المستشفىات ولا طريق البرامج برنامج زي بتاع حضرتك ده لو حدي بسمعنا هيقدر هيقدر يتفاهم هذا الموضوع وعشان كده اه كونت اه وحدة للمناظير في لان الم اه جهاز جراحات او امراض الجهاز الهضم من غير مناظير لازم اخاف وان شاء الله ان انا هعمل برو جرام انه هو منظر القولون او المعدة الوقائي كل بنقسم البشر لري ريس شرايا كل شريحة ده محتاج منظر كل سنة ده محتاج منظر كل اربع سنين حسب السن حسب السن حسب السن وحسب هل اهل نوع المرض والورم ده هل ورم ده قولون ولا وره يعني الرزق بتاعه هل ده خطورة ان يجيله ورم في المعدة ولا خطومة في القولون حد ايه الاكتشاف المبكر مش حتى الوقاية يعني مثلا ما تجيلك زوائد في القولون خدت بال حضرتك وهتبدأ تتحول لسرطانات محتاجة قبل ما تحاول السرطانات تشال تكتشفها ازاي بالمناظر بالعمل المناظر يقولي انا خايف من منزر خايف من منزر بتخايف من منزر بس بتروح تعمل اشعة مقطعية وتعرّج جسمك للاشعاع ده انا مبلومش المريض والطبيب احنا الثقافة احنا مش ايمين بالمهمة والدور بتاعنا في تسقيف الشعب المصري والوعي يعني مثلا المناظر دي عشان اكشف على كام واحد ما نعايز اعملها وقائية ايوه زي مبادرة رئيسية بقى اهو زي كشف بكرع كده ده ده هيبقى حاجة شبه مشروع قومي زي زراعة الاعضاء الوقت اه خدت بال حضرتك زي ما انت شرحتها قبل كده عملنا مارك المؤتمر زراعة الاعضاء والسيد وزير الصحة تشرف بان هو تبناه و ممكن حضرتك تعرف ان عملت انا ديكومنتري من كل اسدزة العالم المشهورين في زراعة الاعضاء مش بس كابد او امعاء كل الاعضاء اه كل واحد بتخصصه والزملاء اللي بدأوا زراعة الاعضاء من المتبرع الحي هنا دوكومنتري رائع جدا وان شاء الله ربنا وفقني ونبدأ بالتدريق كده يبدأ ثقافة رائعة خدت بال حضرتك لازم لازم كل ابن مصر من الطفل الى الشيخ او الشيخوخة يسمعوا الكلام ده ويدخنوه لان دي يعني منش عايز ادخل في حاجات دينية انما هو في امريكا بيعملوا بيعملوا عملية المنظير الوقائية اي المنظير الوقائية مش في امريكا في العالم كله وليش موجودة عندنا يا دكتور مش موجودة عندنا خالص يلا يا دكتور ايوه ايوه هو بقى فيها شقين اه شق يعني شق نركز نكون مراكز منتشرة ايوه زي ما كلمت مع الدكتور احمد الطيب من خمس ست سنين لما خدني لقصر خدت بالا حضرتك بحيث ان احنا نروح للمريد مش يجلنا ايوه خدت بالاك بس عايزة مرا اه طباء بتاع وزارة الصحة والتأمين الصحي والاخوة بتاع الجماعات اللي عاديين يلفوا يعني خدت بالاك عايزهم يبقوا يبقى يوم في الاسبوع يومين في الاسبوع انت بتعمل اللي هو بتعمل بيروح التكليف ياخد مرتبه ونم على بتاع او مايروحش الشغل لا ليه بقى لان مافيش اب مافيش ليدر يعني خدت بالا حضرتك فده اللي احنا عاوزين نخلق عاوزين نخلق اجيال جديدة بمنظومة قومية مخططة ومرقبة اه مش نستر المنظر ونركنه في الجام نشتر المنظر ونعمل منظر على 100 واحد في اليوم يعني مثلا حتى هنا وما كنت باجي من قبل مستشفى الناس وبروح المستشفيات الجامعية الجهاز موجود بس العامل او الحكيمة مش عارفة تصرغاله ازاي انت عارفة تقولي يا بنتي ده صروة قومية الجهاز ده جيه علشان ننقذ حياة البشر مش عشان نحطه ونركنه ونقولك ده بايز اه هتبقى لحظة لما جيت علشان اكون المعهد زراعة الاعضاء بصيت على 200 كذا وتلاتين مستشفى وزارة الصحة لم تفتح لم تفتح مراتكت معاي قالتلي ده ايه يا كريم ده اهضار للمال العام من ابني مستشفيات وما منستعملهاش خدت بال حضرتك المشكلة مش المستشفى ولا في الجهاز احنا مشكلة في احنا المشكلة في احنا لا مشكلة في الحكومة ولا مشكلة في رئيس الجمهورية ولا مشكلة في وزير الصحة هيعمل ايه ولا ايه ولا ايه احنا كمنظومة طبية وكشباب انا بخرجهم الوقتي دي مسئولية زي ما بالزبط اشمعنا احنا بنقولك التجنيد الاكباري ايوة انا عايز تجنيد اكباري في مجال الطب رائعا خدت بال حضرتك زراعة الاعضاء من حديث الوفاة لابد منها لازم القانون بسرعة القانون من 2000 موجود حتى مراتي كل ست الشرطة تقول لي هو فين ما بتنفسش ليه لما جات معايا مراتي مش طبيبة مراتي مش طبيبة امريكية ومش طبيبة مش طبيبة مش طبيبة بس عندها خلاص بقى اه يعني خلاص بقى انا غزتها بكل ايه بالجنون بتاعها بتحب مصر اوي اوي بتحب مصر بتحب مصر مش بتحب مصر كشعب محتاج الرعاية اه يعني ارض خصبة انك تعمل خير اه خدت بال حضرتك فدل يعني ان شاء الله تكون بداية طيبة ان شاء الله وبعدين زم انا بقول كل ان القانون في الفين وعشر طيلة صح صحيح ها والزملاء هنا المهتمين بزراعة الاعضاء مش عاز اذكر اسمه واحد عن التاني خدت بالك البداية كلها حصلت وانا مرحت امريكا في الف في التمانينات دكتور ياسين عبد غفار لو انتفكره كان ابو الروحي هو باطني خدت بالك فكان بيتبناني كل ما هنا لازم تيجي عشان تعمل زراعة الكبد الاول ما كاناش مؤمنين بيها وبعدين لما الدكتور فاروق عزاة الله يرحمه برضو كان زي ابو الروحي خدت معايا امريكا كان بيقول الامريكان لحسوا عقلك يا كريم جامعة المنصورة وهو برضو هو زي زي ستارزل في امريكا كان فاروق الله يرحمه خدت بالك فخدت فرقت دخلت قط العملية بدأ يؤمن بالفكرة وعشان كده مركز المنصورة لزراعة الكبد ده كان البداية خدت قاعد معايا اسبوعين خدت بالك بس كان يصعب عليها قوي لانه ما قاعدش يبطل سجاير ممنوع شرب السجاير داخل البيت عندي فكت تاخده برا والدنيا ساعة يشرب السجاير خدت بال حضرتك بحاجات ما بنسهاش فقدوة عايز مش كريم بس كريم ومميت كريم يبقو قدوة للشباب الطبيب المصري من ازكى طبيب في العالم عايز حد يعلمه عايز حد يمسك ايده مش عايز برته اسكر الناس اللي معايا الوقتي انا فخور بهم جدا بدأ يعملوا حالات وهم في الجامعة طبعا خدت بالك وبالقانون اللي هو الانتداب وكده وبدأ يحس باللزة قلتولي يا ابن قوع تجري ولا القرش يبعد عنك تجري ورا الانسانية ربنا هجيب لك كل اللي انت عايز ان شاء الله امل كبير دكتور كريم انا استمتعت بالحوار الله واستفدت من الحوار ويعني اتمنى واتعش من يكون اخرين كثر سمعوا وتابعوا شايفوا طاقة امل طاقة نور طاقة ايجابية اطبقنا وولابنا المميزين يكونوا شايفوا حضرتك كنموزج لطبيب مصري يعني ابن هذه الارض من ملح الارض لم ينسى ونجح وحقا نجحات لكنها لم تتوج الا هنا زي ما يتقول حضرتك واعتقد انه امامك مشوار طويل فيه نقل هذه الروح الاول انسانية الاول للناس واعتقد انه المشروع القومي للمناظير الوقائية انا مؤمن بيه وفهمت من حضرتك واعتقد انه اخرين برضو سمعوا هذا ان شاء الله مع بعض واحنا كاعلام انجاز ان يكون اعلام تنموي وتوعوي وراك في هذه القصة شكرا جدا دكتور كريم ابو المجد رئيس خسم اجراحات الاجاز الهضمي وزرعة الاعضاء بجامعة كيفلند الامريكية وانا شكرا جدا كلمة اخيرة استاذ ناشئت انا شكرا جدا اللي ديتنا الفرصة ان انا اكلم او اكلم ابنائي واخوات الاطباء بادينا كلها مع بعض نقدر نعمل المستحيل ومصر محتجانة اكتر من اي وقت في تاريخ مصر الحضارة الصحية ده شيء اصبح متاح ويعني نقدر ان شاء الله نحققه جميعا نهتم بالمريض المصري كان اخويا اختي وابويا وامي ده هينعكس على الاقتصاد المصري احنا بسواعدنا ما ننتظرش حد يعني يقدم لنا المعونة الا اذا كانت معونات مالية نقدر يساعد بيها خارج الحكومة يعني كفاية يعني الاعباء والتقدم اللي انا بشوفه من ناحية يعني النهضة الحضارية بالنسبة للبناء في مصر بس عايز النهضة الحضارية ده دي تبقى فينا كبشر صحيح محدش في امريكا عايش في امريكان اللي عايشين على الحكومة بيلفظهم يعني محدش بيحترمهم الانسان اللي بمجهوده وعرقه وبمنظومة صحية سليمة ومنظمة هو ده الانسان اللي نستحق ان هو يكون كل فرد من ابناء مصر على هذا المنواد شرفتيني مشاهدين الكرام انتهى وقتي نلتقي غدا دمتم في امان الله